الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بمميزات وطني طبعا الأنهار والسدود هذا الدرس الخامس من مكون الجغرافية المرجع والمفيد في الاجتماعيات إذن نشر على بركة الله أهداف تعلماتي أميز بين النهر والوادي التمييز بين النهر والوادي وأوطن أهم الأنهار في خريطة أتعرف معنا السد أهميته وظائفه المختلفة المتعددة معنا الساد الأهمية دياله ووظائف دياله أرصد مجالات استعمال الماء وأستخلص أهمية ترشيده أمهل بتعلوماتي يتوفر المغرب على شبكة مهمة من الأنهار وعدد كبير من السدود فما هو الفرق بين النهر والوادي وما هي أهم الأنهار المغربية اعتمادا على خريطة ما معنى الساد ما أهميته وظائفه وما مجالات استعمال الماء ما أهميته ترشيده إذن عمدوا بالنشاط الأول نقول هنا النشاط الأول هو تقولنا أميز بين النهر والوادي وأوطن أهم الأنهار في خريطة مغرب أول حاجة التمييز بين النهر والوادي إذن لاحظوا الوثيقة هذه هذه هي اثنان عندنا هذا هو وادي طبعا عميق لأم الربيع عنده هنا هذا السفوح وهنا عنده قاع قاع الوادي نعم إذن طبعا فهو عبارة عن منخفض نعم هو عبارة عن منخفض تتمييزه بسفوحين هنا سفح هنا سفح ثم عنده قاع إذن هو عبارة عن منخفض طبعا النهر السطحي وهذا الماء الذي يجري النهر السطحي لأبو رقرة طبعا أبو رقرة فهو هذا الماء الذي يجري وعنده دفتين طبعا وطبعا المقصود بالنهر هو الماء الذي يجري في طبعا الوادي أميز بين النهر والوادي نعم هذا هو الوادي هو هذا عنده هنا طبعا هنا هذا السفح ثم هنا قاع الوادي وهنا المجرى الأكبر وهنا المجرى الأصغر وهذا يسمى دفة النهر قلنا هذا هو النهر وهذه الدفة بالنسبة للوادي يتميز قاع الوادي ثم يتميز قاع الوادي ثم يتميز هذا الصفح وفي الوادي النهر يجري في الوادي ولاحظوا الرسم الوثقة واحد وصورة الجوج ثم أصفوا المشهد في كل صورة نعم وميزوا بين النهر والوادي في الرسم المجسام طبعا فالوادي قلنا تتميز بهذا المنخفض وعنده صفح وعنده قاع أما النهر هو الماء الذي يجري في الوادي والماء الذي يجري في الماء سنتعرف السعين بفقرة أنمي معجامي وأعرف بالوادي والنهر إذن ها هو النهر هو التجمع الرئيسي المياه الجارية على سطح منطقة معينة إذن هو التجمع الرئيسي المياه الجارية أصدقنا ولكل نهر منبعه ومصبه نعم هذه مهمة إذن كل نهر عنده المنبع دياله ثم أين يصب في أي بحرين أو محيط يصب والوادي هو منخفض عميق على سطح الأرض هو منخفض عميق يتكون من الصفحين كما قلنا ها هو ما ها السفح وها السفح ثاني وقاع نعم هذا هو القاع نعم وقاع وهذا الأخير هو الذي يعني الوادي يجري فيه المياه النار إذن في الوادي هذا الوادي تجري مياه الأنهار نعم هنا قالوا أن أوطن أهم الأنهار المغربية في خريطة نعم ألاحظوا خريطة ثلاثة هيا أتعرف موضوعها إذن خريطة الأنهار بالمغرب أمشوا المفتاح هذا كي عبرنا على الجبال وهنا هذا الخط متصل جريان مائي دائم وهذا الخط متقطع جريان مائي مؤقت إذن تعرفوا على أهم الأنهار لأدنا ها هي ملوية ها هو هذا سبو هذا بهت هذا سبو هذا أبو رقراق ثم هنا أم الربيع ثم هنا تنسيفت هنا زيز ثم هنا سوس هنا وهنا ضرعة وهنا ضرعة نعم هذه أهم الأنهار نعم قالوا أن هنا أصنفوا هذه الأنهار حسب جريانها دائم المؤقت قلنا فطبعا اللي عندها خط متصل فهي دائم بحال متى ملوية بحال أبو رقراق بهت سبو أم الربيع تنسيفت أهدو كلهم جريان دائم إلا أن درعة هو عنده خط متقطعة فهذا نهر جريانه مؤقت ثم زيز جريانه مؤقت رحنا لدينا الأجوية مكتوبة سنرى الإجابة مكتوبة نعم أختاروا ثلاث أنهار وأحدوا كل واحد منها منبعه ومصبه نعم أهدو هنا مثلا إلا أخذينا الأمر الربيع ها هو المنبعه أطلس متوسط جاي من الجبار أطلس متوسط وكي صب في محيط أطلنطي مثلا ماشي نسبوها أسبوه جاي من ريف جبار ريف وكي صب في محيط أطلنطي ملوية طبعا منبعه الأطلس متوسط ومصبه البحر الأبيض المتوسط مثلا زيز فمنبعه الأطلس كبير ومصبه طبعا في الصحراء وهكذا لدينا إجابات مكتوبة سترونها إن شاء الله أفسروا انطلاقا من مدرسه لماذا تسر الأنهار ودات الجريان الدائم في القسم الشمالي بالمغرب هالقسم الشمالي بالمغرب هو هذا هكذا هو القسم الشمالي توجد الأنهار تم دائما جريان بكثرة نظرا لأن المناخ من هذه المنطقة الشمالي هو المناخ متوسطي يتميز بأمطار كثيرة أو غزيرة لهذا عنده الأنهار دائما تكون دائما الجريان إذا سنرى هذا الإجابات التي قمناها مثلا إذا أسمي الأنهار الوالد بالخالطة قمنا نظرا عاسو سنسيفت عمر الربيع سبوبهت ملوي يزيز قمناها هذا سنرى هنا قمناها سنفوها سوس وتنسيفت أمر الربيع ملوية وسبوبهت كلهم دائم جرائم دائم ودرع وزيز مؤقت وسبقة وآن شرحنا ذلك طبعا هنا بالنسبة لأمر الربيع منبع هو الأطلس متوسط ومصبوه المحيط الأطلنتي محيط الأطلنتي ملوية الأطلس المتوسط طبعا المنبع والبحر الأبيض المتوسط هو المصب تنسيفت الأطلس الكبير وطبعا المصبوه المحيط الأطلنتي وبالنسبة لسبوبه جبال ريف وطبعا المحيط الأطلنتي أيضا ملوية لعند البحر الأبيض المتوسط سنفسر انطلاقا مما درسنا وعلى شكينا أنهار دائما الجريان في النصف الشمالي هيا ونفسر انطلاقا مما درسته لماذا تكتور أنهار دات الجريان دائما في القسم الشمالي من المغرب القسم الشمالي من المغرب يتميز بمناخ متوسطي يعني تساقطات مطارية غزيرة في حل القسم الجنوبي يتميز بمناخ صحراوي طبعا جاف قلة التساقطات طبعا قلة التساقطات مما تتميز الأنهار بجريان مؤقت نمر إلى النشاط الثاني أتعرف معنا السد وأهميته ووظائفه نعم ها عندنا السد الوحدى نعم على نهر ورغا ألاحظ الصورة نعم عنده هد منشأة تحجيز المياه وهذه بحيرة دي السد طبعا ويتم إنشاؤه طبعا في أماكن صخرية صلبة متينة لأنه كان قوة دي المياه إذن قلنا نلاحظ الصورة وطيقة أربعة وأساس ميرو خريطة أتعرف خريطة هيا ها أنواع السد عندنا هنالي تكتبون في قيمة الناس محمد الخاميس سد الوحدى سد والمخازين سد الكلام النظراء سد مولاي عبدالله سد المسيرة سد الحسن الداخل سد بين الويدان سد الحسن الأول ثم سد مولاي يوسف وهكذا منصور الدهبي ويوسف المتشافين سنراهم على الخريطة وهناك خريطة عنوانها أهم السدود في المغرب أتعرف موضوع الصورة هذه إذن موضوع الصورة يتعلق بسد وحدة على نهر ورغا أصفوا مكوناتها قلنا مكوناتها تتكون من منشأة تحجيز المياه منشأة لحجز المياه وهنا هذه بحيرة السد وطبعا المكان يجدد في مكان طبعا ذات صخور صلبة وعرفوا السد وحدوا الهدف منه طبعا السد وحد الهدف منه تشيد المستعين بالفقرة نعم فقرة دي المعجامي فيها تعريف دي السد المهم نعود إلى هذه بعضا قلنا هالمكونات منشأة لحجز وتتبير الحقينا هنا بحيرة السد طبعا والموقع يتضمنوا بنية سخرية صلبة تقاوم طبعا الضغط نعم تقاوم الضغط هنا هو السد هو بناء هندسي فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه للتحكم فيها الهدف منه والتحكم فيها وطبعا عدنا سد محمد الخامس سد الكامرين أقال لك هنا أعرفه السد أعرفه بالسد أسمي السد المغربية وهذا في المفتاح هي هادي نعم في المفتاح نعم المفتاح سد محمد الخامس سد الوحدة سد واد مخازين سد الكنزرة سد مولي عبدالله سد المسيرة الحسن الداخل وهكذا سد يوسف المتشافين نعم أسمينا أبحث عن سد الوحدة في الخريطة وأعرفه به نعم سد الوحدة سنبحث عن سد قنا الوحدة هو اللي عنده رقم جوجة هو سد الوحدة طبعا هذا هو سد الوحدة في الخريطة نعم ما هو السؤال؟ أبحث عن سد الوحدة وأعرف به مستعين بالفقرة إذا السد الوحدة طبعا النهر أمر ربيع تقع علي سود الدداء إذا السد الوحدة لدينا في في الداء موجود في الكتاب الأنمي إذا السد الوحدة هو أكبر سد بالمغرب هو أكبر سد بالمغرب رعندكم في الكتاب السفحة 48 طبعا الشيدة على نهر ورغة ألف وتسامية وسبع وسبعين ألف وتسامية وسبعين والسد الوحدة هو أكبر سد بالمغرب شيدة على نهر ورغة ألف وتسامية وسبعين ونهر ورغة يوجد في شمال المغرب يصبه طبعا في نهر صبو هو نهر صغير يصبه في نهر صبو نعم هنا سنتعرف عن وظائف المختلفة للسدود شوف هذه الوثيقة ووظائف السدود أولا يوفر لنا المياهة ضرورية لكل المجالات الاقتصادية والجتماعية ثم توري الطاقة الكهربائية والحماية من الفيضانات هذه هي الوظائف والدور يعني هذه المياهة مياه الصائحة للشعور مياه الساقي المنتظر صناعي أو السياحي توري الطاقة الكهربائية لإمتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الحاجة الضرورية من الكهرباء ثم الحماية من الفيضانات وإنتاج الفيضانات التي كانت تلحق الخسائر بالحقول والمدن والقرى إذن هنا حدثنا الوظائف والدور السدود السعير بفقرة أعرف بنوعية الطاقة التي تنتجها المحطات المشيدة قرب السدود ما هي الطاقة التي تنتجها المحطات المشيدة قرب السدود إذن الطاقة الكهربائية هي الكهرباء التي يتم إنتاجها بمولدات تدور بقوة الماء لذلك تشيد مشاءتها قرب السدود لأنها تدور طبعا بقوة الماء إذن هنا طينا تعريف الطاقة الكهربائية التي نستعملها ولكن تجاوب مولدات تدور بقوة الماء لذلك تشييد المشأات قربها السدود أستخدم أهمية السدود وضعيفها في الحياة الاقتصادية الاجتماعية بوطنية إذن أهمية السدود رقمنا توفير مياه الشرب مياه الشرب مياه الساقم ثم تجنب الفيضانات التي كانت تلحق الخسائر الحقولي وطبعا المنازل نعم سنمر إلى النشاط الأخير أرصد مجالات استعمال الماء وأستخدم أهمية ترشيده نعم هل ما المجال الاجتماعي السماء المنزلية السقي الحضائق هذا مجال الاجتماعي والفلاحة توفير مياه السقي توسيع مساحات مزروع نسقية توفير نفس صناعة توفير مياه الضرورية لنشاط صناعي إذن نشاط صناعي يحتاج إلى مياه ضرورية إذن هنا استعمال الماء في الفلاعية للسقي فنحتاج إلى كمية كبيرة جدا للسقي تكون ذلك استعمال الماء في طبعا الصناعة طبعا قلنا ضرورية طبعا بعد نشاطة الصناعية تحتاج إلى مياه كثيرة جدا لاحظوا مثلا لإنتاج الطاقة الكهربائية أو غيرها أقرأ معطية خططها السبعاء قرناها ورح تسطورة أدف وبأها مشناهم ثم استخجوا من خططها المجالتها ومجلناها المجال الاجتماعي يذكرنا المجال للفلاحة والصناعة وكذلك السياحة المساهمة في تأمية الأنشطة السياحية مسابح مثلا أصف طريقة استعمال الماء في الفلاحة والصناعة في الصورتين وأقدر كمية المياه المسالكة فيهم نعم فهنا طبعا يتم مستقي طبعا الأراضي وهناك نحتاج مياه كثيرة جدا تاني في استعمال الماء في الأنشطة الصناعية تاني نحتاج إلى كمية كبيرة جدا استخجوا أهمية الماء في الحياة الاجتماعية وأقتدها ما أحوجنا إلى الماء فلا يمكننا أن نستغيع الماء سواء فيما يتعلق بمجال الحياة الاجتماعية مش تشربوا استعمال المنزلية وكذلك في الفلاحة وفي الصناعات يعني فالماء طبعا تروى ثمينة لا بد للحياة كما قال الله عز وجل واجعلنا من الماء كل شيء حي أقدر كنت نعم هنا أستخدم من الرسم ترشيد استعمال الماء إذن ترشيد استعمال الماء إذن ترشيد استعمال الماء هو هذا يعني الاقتصاد هي هنا الاقتصاد في الماء وعدم تبديره وتوعية الناس بأهمية الحفاظ عليها إذن الاقتصاد وتوعية الناس تحسيس الناس بأهمية ديهم هنا قال لك أن نشوفوا هذه الصورة لاحظوا هذه الصورة فهذا يغسل سيارته باستعمال خراطيم المية وهذا خطأ يكفي سطل واحد أو سطليني لغسلها بدون استعمال تبدير هذا الماء هذا الطفل يقوم بغسل الفرشة الشيطة فهذا خطأ كان يكفي عليه أن يأخذ سطلا صغيرا وطبعا يغسل به هذه الفرشة دون ضياع الماء كذلك هنا نلاحظ ضياع الماء ثاني هنا نشربها الطريقة ضياع الماء إذن ترشيد سعمال الماء كما قلنا هو الاقتصاد في الماء وعدم تبديره وتوعية الناس بأهمية الحفاظ عليه إذن أهمية ترشيد سعمال الماء يجعلنا نوفر التروة التمينة طبعا لسعمالها في الحياة الدين العامة وكذلك لأبنائنا الأجيال القادمة أقوم تعلماتي أعرف معنى السد وبين وظائفها إذن السد قلنا هو بناء أهم داسي فوق ويادين أو منخفاضين بهدف حج المياه للتحكم فيها إذن نجمع علماء للتحكم فيها ووظائفه كنا توفير المياه الضرورية لكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وطبعا توليد طاقة الكهربائية الحماية من الفيضانات إذن توفير المياه الضرورية لكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية طاقة الكهربائية الحماية من الفيضانات وسمي النهر الذي يقع عليه كل سد من السد الثانية اتماد على الخريطة إذن تترجع الخريطة قل سيد محمد الخامس فطبعا سيد محمد الخامس نهره بملوية وعلقا مثلاً سد المسيرة نهر الأمر الرابع رجعوا للخريطة سد المنصور الدهبي تنسيف السد الحسن الداخل زيز والسد وادي المخازين نهر لوكوس هنا قالوا لنا وحددوا لكل نهر من الأهر التالي نوعية جرايان وجدائم ومقاتل والمنبع دياله والمنصب دياله نعم ها هما عندنا إذن عندنا النهر مثلاً السبوع دائم جرايان والمنبع ديال الأطلس متوسط ومصبه المحيط الأطلنتي والدرعة مؤقت ومنبعه الأطلس كبير ومصبه المحيط الأطلنتي والملوية دائم جرايان والزيز مؤقت جرايان والأمرائب دائم جرايان إذن من نسبة الملوية الأطلس متوسط زيز الأطلس كبير وأمرابي الأطلس كبير ملوية البحر الأبيض متوسط وزيز في الصحراء وأمرابي في المحيط الأطلنتي نعم هنا ألاحظ الصورة جانبة وأصغف فقرة أبدي فيها رأيي حول كيفية استعمال الماء الممتلة فيها وأبين الطريقة الصحيحة التي مقامها طبعا رأيي في هذه الصورة أن التبديل وتبديل الماء فمسؤوليتنا جميعا عن عدم تبديل هذا الضم فنلاحظ أنه كان يكفي أن يستعمل مثلا كأسا أو طبعا قنينة ليشرب هذه الأولى الماء ولكي طبعا يغسلوا جميعا